اشتركوا في القناة ساما بالغا وجهودا متواصلة لتنفيذ الخدمات التنموية المستدامة في مختلف مناطق المملكة مشيرا إلى أن العمل جار ضمن استراتيجية الوزارة لتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية في المحافظة الجنوبية والتي تسهم في تحقيق تطلعات المواطنين لافتا إلى أن الوزارة ستبدأ في الخطوات العملية لمشروع سوق مدينة عيسى المركزي خلال الشهر القادم الذي يعتبر أحد المشاريع الهامة في المحافظة الجنوبية من جانب آخر أكد الوزير خلف أن الوزارة طرحت مشروعا لتكيف مجمع سوق مدينة عيسى الشعبي في مناقصة عامة والانتهاء من إنشاء ملعب في مجمع 4814 واستعرض خلف مشروع تطوير مضمار مدينة عيسى حيث تم تركيب أرضية مطاطية في خمس مناطق للألعاب موضحا أن الوزارة أنجزت مشروع ممشى مدينة عيسى المطاطي وهو أول ممشى مستقل في المملكة وقد صممت الأرضية وفق معايير عالمية لرياضة المشي ويعمل المضمار بنظام مرشات التبريد بالرذاذ وهو نظام صديق للبيئة ذو جودة عالية تم تخصيصه للرياضيين وممارسي رياضة المشي حيث يقصده الكثير من الزوار من شتى أنحاء المملكة